جودة الصوت عامل مهم جداً لأي فيديو لنجاح أي محتوى فلو أنت صنع محتوى أو أو بتسجل بودكاست فأنا النهاردة هقدم لك مراجعة لمايك يعتبر أفضل مايك كقيمة مقابل سعر ومايك اللي معنا النهاردة هو مايك فاين فاين كي ستمية تمانية وتمانين وهنعمل مقارنة ما بينهم وبين مايك فاين فاين إي سيكستو اللي عملت عليه مراجعة قبل كده يلا بينا نبدأ الحلقة دي العلبة الخاصة بمايك فاين فاين كي ستمية تمانية وتمانين مكتوب عليها هنا فاين فاين أمبيلي تانك ده اسم الشركة طبعاً هنا مايك ستوديو بودكاست مايكروفون ليستخدم لتسجيل البودكاست وطبعاً لو احنا هنستخدمه في بودكاست ممكن نستخدمه في تسجيل الفيديوهات أو أي شيء حاجة لأن المايك بيبقى قوي لأنه مايك ديناميك ياخد الصوت من أقرب نقطة ليه هنفتح دلوقتي العلبة ونشوف مكونات العلبة ايه ونبدأ نستخدم المايك دلوقتي هنفتح مع بعض علبة الفاين فاين ونشوف مكوناتها ايه اول حاجة هنفتحها بالشكل ده علبة طبعاً جاية بشكل كرتوني وده الشكل الجيد قصلاً العلبة بيبقى جاي معاها ده الدوكيومنت جاي كده ده عبارة عن دليل جاي مع المايك عشان تعلم ازاي ان انت تركبه على اللابتوب وازاي تستخدمه او تعرفه هنفتح هنا بالشكل ده اول حاجة هنطلع المايك زي ما هنشوفين المايك حاجمه حلو يعني حاجمه حلو وكبير ووزنه مش تي الاول لكن ما هيك تحسه كده ان هو ليه فخامة كده شوية مقارنة طبعاً بالفاين فاين آآ هنا طبعاً اول حاجة هتلفت انتباهك للمايك بعد طبعاً ما نعرف ان هو كمان معاه سلك طويل آآ يو اس بي تايب سي وكمان معاه هنا منتك هنا كده بنركبه هنا عشان يقدر نوصله في الحاملة دي من كونات العلبة هنشيل العلبة هنبدأ دلوقتي مع المايك المايك هنا زي ما انت شايف المايك بيبقى بشكله كده كوت التركيز بتاعة المايك في التسجيل بتبقى من فوق من هنا في الجناب حاجة بسيطة جداً ولكن من فوق بيبقى التركيز او قوة بالشكل ايضاً المايك هو طبعاً هنا شكل معدني كامل وزنه معقول كمايك عندك هنا زرار تتش تضغط عليه باللمس كده يعمل معك المايك طبعاً بيركز على الصوت القريب منه معمول هنا نظام منع الحركة علشان يمنع اي اهتزاز للمايك وانت بتسجل اي حاجة الجميل في المايك بقى ان هو هنا في اكتر من وصلة مسلاً هنا عندك في وصلة هنا اللي هو وصلة لو انت حابب توصل المايك على جهاز ميكسر او الاجهزة اللي هي بتاعة الصوت ايضاً في وصلة ودي طبعاً تقدر ان انت هتوصل بيه من خلال السلك ده وصلة تقدر طبعاً توصلها على مباشرة لللابتوب وكمان لو انت عندك وصلة الترفين تقدر ان انت توصلها بالموبايل او حتى لو اللابتوب فيه اه وصلة تايب سي هدي ميزة طبعاً لو انت حابب برضو تسجل على الموبايل ايضاً عندك هنا في زرانين تحكم في درجة الصوت واحدة اللي هي خاصة بالصوت اصلاً الصوت عايزه يبقى عالي او واطي كزيك الامر عندك تقدر ان انت من خلال وصلة ان ان انت توصل سماعات وتقدر بعد كده تسمع صوتك بشكل طبيعي جداً اي صوت انت بتقوله هتسمعه بشكل اللي مباشر وانت بتسجل الفلتر طبعاً ده فلتر كويس جداً بنركب الفلتر علشان بيمنع بقى اي هوى اي واش اي حاجة حتى لو انت اتكلمت بصوت عالي او في نفس بيمنع كل الكلام ده عشان يطلع معاك الصوت نقل هنبدأ دلوقتي ان احنا هنركب بتاعنا على الحامل ده عشان نبدأ بقى تجربة الصوت ونقوم بقى المقارنة ما بينه وما بين الفاين ودلوقتي يجي وقت تركيب المايك تعبا نشوف ازي هنركب المايك اول حاجة انت هتيجي هنا عندك طبعاً المايك تقدر تتحكم في ان انت تقدر تلف البقرة دي فتتحكم فيه بالشكل ده عندك المينتي صغير ده لازم هنركبه هنا كده عشان نقدر نوصله بعد كده بالحامل بتاع المايك بيجي من غير حامل ولكن انت تقدر تشتري اي حامل من المقع هو ما بصراح عندهم حوامل كويسة جداً لكن بخلاف طبعاً ده كان جاي معا الحامل بتاعه كان يعني عرض كويس اول فهنجي هنا بعد ما مركب المينتي ده هنا بكل بساطة بتيجي هنا في الحامل ده وهنجي بكل بساطة بتلفه كده فبيركب معك بالشكل ده كده هركب هنا اهو الحامل اللي احنا مركبين عليه هو حامل فاين فاين بس طبعاً هنجي بعد كده على طيب سي بنوصله بالشكل ده سلك طبعاً ممكن احنا هنا نمشيه كده وبعد كده بنوصله باللابتوب اصبح عندي دلوقتي في اتنين متوصلين باللابتوب لكن انا مش شغل ده فده هو اللي بيسجل فعايزين بقى نبدأ دلوقتي تجربة ان احنا نسجل بالصود ده دلوقتي انا هبدأ تسجيل بالمايك الفاين فاين كي ستمائة تمانية وتمانين هو اللي بيسجل دلوقتي اعتقد ممكن انت دلوقتي تعمل مقارنة ما بين صود ده وصود ده انا دلوقتي كمان وصلت الخاص بالسماعات وهل بالسماعات الفوق العشان ابدأ اسمع اي حاجة انا بقولها وانا دلوقتي بسجل وقدر طبعا اتحكم في الصوت الخاص بالسماعات من الضرار اللي هو الخاص بالسماعات اللي موجود في اللي موجود هنا تحت في المايك طبعا هنا الصوت هيفرق معاك كتير لو انت مسلا قرب المايك اكتر كل ما بتقرب المايك كل ما كان الصوت بقى احسن طبعا في البودكاست بالذات بيبقى محتاج يكون قريب منك يعني لاغلب البودكاست اللي ما بتيجي بتفرج على الناس بتاع البودكاست دايما بيقرب المايك منهم قوي يعني بيبقى قريب منهم قوي. فهو هنا التركيز كله بيبقى في النقطة دي. انت لو انت سجلت في الجهة دي بيكون الصوت معاك احسن. باختلاف طبعا في المايك. هنا المايك هو على فكرة ممكن يكون بيلقط من بعد شوائية ولكن عندك هنا التركيز بتاعه في التسجيل بيبقى كله من الجهة الامامية دي. طبعا هنا برضو كل بساطة لو انت ضغط او عملت كده بيعمل التاتش. وده برضو بتاعه سريع جدا اهو. ان هو يقفل ويفتح على طول. اه ده اعداداته بسيطة جدا ان هو فيه غير زرار واحد بس بيزبط الصوت ويعليه لكن ده فيه اكتر من اعدادات ده ما فيهوش وصلة اي ده ما فيهوش وصلة فقط لكن ده فيه وصلة يعني تقدر توصله بجهاز مثلا وتعمل بقى اي كو حاجات حلوة لو انت بتسجل حاجات كتير. برضو وصلة مهمة جدا عشان تسمع صوتك وطبعا عشان تتطمن ان اذا كنت انت بتسجل او لا. وعندك برضو التحكم في عليه الصوت وان الصوت يكون مواطة. كمان اقدر طبعا ان انا اغير الاتجاه بتاعه باي شكل ممكن يعني ممكن اخليه في الامام كده ممكن ان انا اخليه جاي عليا كده ممكن اي طريقة انت حبيبها حتى لو انت عايزت تخليه كده هتخليه بالشكل ده. فهنا طبعا المايك اضافها كويه جدا لان ده ان هو سعره كويس مقابل ان ان هو بيقدم جودة عالية جدا وخصوصا لناس المبتديين حد حابب يعمل محتوى حد حابب ان هو يسجل بودكاست يعمل حاجات دي كلها. ما فيه ناس بتبعايزة مايكات احترافية ولكن امكانيات المادية مش قدت كده فميزة الفاين ان هو بيقدم لك الميزة دي اسعار كويسة ويعني جودة عالية بيقدم لك امكانيات كويسة جدا. ده يعتبر اقل فئة في الفاين فاين وده يعتبر من فئات العليا في الفاين فاين كل حاجة لها امكانياتها مش هطلع عيوب يعني مسلا انا مش هقولك ان هو لو راح بعيد بيبقى الصوت مش كويس. مش هقولك ان ده عيب. ليه بقى? لان في مايكات بتبقى متخصصة ان هي تكون بعيد. يعني هو ده طبيعته عشان بودكاست فلازم يبقى ورايب من كده بالشكل ده. لكن في مايكات تانية بتبقى بطبيعتها اه بتتحط مسلا على فممكن يسجل معاك من بعيد. زي ما احنا شايفين طبعا المايك بصراحة جودته حلوة جدا. حجمه كبير يبقى ان هو شكله كبير وحلو. في نفس الوقت هنا بتاعه ده جميل جدا وبيمنع اي هوا على الفكرة انا مشغل المروحة علي بشكل مباشر. عشان برضو اشوف ازا كان مسلا المروحة دي هتعمل هوا واتغير في الصوت او هتعمل مسلا واش. كل ده هيبان معك في الصوت لو انت دلوقتي سمعني بشكل كويس. هذه كانت تجربة بسيطة عملنا مع بعض امبوكسنج ليه مايك فاين فاين اه كي سيكس تومات ومات ومانين وعملنا مقارنة بسيطة جدا ما بين ده. طبعا احنا كنا في البداية بنسجل بالمايك ده. ودلوقتي احنا بنسجل بالمايك ده. مايك ده مستوى ان هو صغير قوي وخفيف. ولكن المايك ده كبير شكله حلو. في نفس الوقت ازا ما قلت لك تقدر ان انت توصله بالاكس الار. وتوصله على ميكسر وامكانياته اكتر شوية. وبكده ابقى انا رجعت معاك مايك فاين فاين كي ستومات امان وتمانين. اتمنى يكون عجبتك الحلقة واستفدت من الحلقة. دلوقتي تقدر ان انت تشوف امكانات المايك في اللينك شركة فاين فاين على المايك. وان شاء الله انتظرونا في مراجعات اقوى ومايكات اقوى ومعدات نقدر نستخدمها في انشاء محتوي احترافي. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تشترك في القناة تفعل زيجرز علشان نشوفكم في فيديوهاتنا. وفي النهاية السلام عليكم.